اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعل وفعل جلس الطفل فعل وفعل نجح الطالب فعل وفعل هرب المجرم فعل وفعل عادي نعطيك فعلين فعل وفعل وانت تفهم منها الجملة خلاص ما عندي منيش نكمل هضا اسمه ايش الفعل اللازم وهو الفعل هضا هضا اللي هو الفعل اللازم في افعال عندي افعال متعدية حتى هنه من اسم من متعدي معناه شنو ما تقدرش تفهم تقدرش تفهم المعنى لعن ما نعطيك مفعول به وهو هضا اللي ينصب المفعول به شن اللي ينصب المفعول به الفعل المتعدي اللي هنه هنا واحد اثنين تلاتة اربع عندي اربع حالات هذين افعال متعدية تعال ركز معي شن انواع الافعال المتعدية في الافعال المتعدية النوع الاول اللي هو شنو لا يكتفي بفعل فقط ما نتفهمش من فعل تهو زي هنا في المثال الاول والتاني فهمت بس لو طهنا انا لو حولت المفعول به انت مش هتفهمه تعال ركز معي في المثال الرابع ضرب علي خالدا انا لو حولت لك خالد نقولك ضرب علي شن ضرب ولا من ضرب ولا شن دار ما تعرفش مش هتفهم بس لما نعطيك مفعول به نقولك ضرب علي خالدا هنا تفهم انت هذا ليسا مو متعدي لأنه تعدى الفعل والفعل فقعد عندها مفعول به هذا فعل متعدي ينصب مفعولا به شوف المثال الاول كم بتركز هتلقاها نفس المثال التاني مش هذي جالسها الطفل هنا اجلست الطفلة الهمزة هذه عزيزي الطالب هذي يقولونها همزة التعدي هي اللي تخلي فيها نتعدى في الجملة انا لو نبي نعربها لك هنقولك اجلسها هذي فعل ماضي تا هذي تا الفعل الطفل هنا المفعول به اجلسته الطفلة بس نعلم كيف نعرفه متعدي ولا لازم تعال غطي على الطفلة معايا اجلسته فهمت حاجة فهمت حاجة ما فهمت الشي خلاص انا هيقعد فعل متعدي لانك زدت عليها همزة التعدي ثاني مثال فرحت الفائزة في المسابقة نفس اللي فوقها بس تختلف في شيء اخر فرحت تعال ركز علي فرح حول لي في المسابقة حولها فرحت الفائزة هذه جملة فعلية تامة ولا والله واحد فاز في مسابقة فاز في دوري نقول لك فرحت الفائز عطيته انه جائزة فرح به اي حاجة جبت له هدية عشان فاز اهم شي فرحت انت فهمتني ولا لما نقول لك فرحت الفائزة انت تفهمتني اني فرحت بس لما انا نحول على الفائز اكي نقول لك فرحته مش هتفهم شيء بس كاني حاطيتها في صيغة كيف الصيغة في المثال هذا جلس الطفله نقول لك فارح الفائزو حتفهم حتفهم تقول لي آه فارح الفائزو نقول لي آه فرح أكيده هو فاز أكيده يفرح يا واحد يفوز يفرح فأنت شنو حتقول لي أوكي جملة تامة كيف نخشش كيف أنا خليتها تو فرحته نفس اللي فوقها هي بس شنو ما فيش همز التعدي هنا أنا فرحته تحقه عارفين الصرف ولا الصرف والوزن والكلام هذا فرحته علي وزن شنو عارف وزن فعلته فعلته فرحة علي وزن فعلة فدائما لما جيك جملة فعلية العين العين تحقه فيها لما تضعف كيف تضعف و جي عليها شدة لما تضعف و جي عليها شدة هتقعد الجملة متعدية هيقي عندي فعالته اللي هي فرحته العين علي وزن الرأ هنا الجملة عندي تعدت فأنت لو تبيجي تجرب وتغطي على المفعول به تقول فرحته مش هتفهم شي فلما تحول صبعك من على المفعول به وتقول فرحته الفائزة هتفهم الجملة ثالث مثال عندي وقف العصفور على الغصني وقف العصفور على الغصني العصفور من طبيعته أن يضير عند زنهات وكلنا عارفين أنه يضير بس أنا لما نقول لك وقف العصفور أنت حتعرف أنه مش قاعد يطير وقف أوكي بس وين وقف وقف لوطة وقف على الغصن وقف علي سيارتي ما تعرفش وين وقف فأنت حتركز مش هتفهم بالكامل أوكي فيه اللي يفهم يقول لك أوكي وقف بس مش هتفهم بالكامل أنت وين وقف ضروري أنه نعطيك الزبدة زي ما يقولوا أنا خصصت عندي الجار والمجرور اللي هي على الغصني أنا أنت شنو لو تبي تعرف الزملة لو تبي أنت المفعول به مش هتلقى مفعول به لما نقول وقف العصفور هي كفعل كفعل متعاق كفعل لازم نقدر نقول فعل لازم وقف العصفور عادي بس في حال دخول الجار والمجرور يقعد عندي فعل متعدي كيف الكلام هذا؟ وقف العصفور ووقف فعل ماذي العصفور وفعل؟ أنا تعديتها وتعديت بالمفعول وخششت عليها الجار والمجرور الجار والمجرور هنا حتقول حرف جر على الغصني هنا اسم مجرور شبه الجملة على الغصني هذه فيه محل فيه محل نصبي المفعول به آه شبه الجملة هذه فيه محل تعربها كيف تعربها فعل فعل شبه جملة فيه محل نصبي المفعول به على الغصن هي زايدة وكيف متعدية صح؟ بس انت تفهم منها بالضبط وين وقف العصفور هذه الفائدة من ادخال الجار والمجرور في الفعل اللازم وزعله متعدية القاعدة سنة تقول عندي الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به سنة هو الفعل اللازم الفعل اللازم ليه هو ها اجتهد الباحث وجلس الطفله هذا ما عنداش مفعول أصلا ما عنداش مفعول فلا ينصب مفعولا به ما يقدرش ينصب مفعول القاعدة الثانية تقول لي قد يتعدى الفعله ها ركز قد يتعدى الفعله إلى مفعول به بنفسه ها هو هذا فعل يتعدى إلى مفعول به بنفسه ضرب علي خالدا وقد يتعدى بواسطة مثل إدخال همزة التعدية كيف؟ أه يا أجلست طفلة هنا تعدى هو كان جلست طفله بس هنا أنا مخشوشت همزة التعدية هنا تعدى عندي المفعول به أو تضعيف العين تضعيف العين اللي هي فرحت الفائز أه يا فعلت علي وزن فعلت فرحت وفعلت را على وزن العين أو إدخال حرف جر على الاسم الذي يعتبر في حكم المفعول به تعال وقف العصفور على الغصن إدخال حرف جر على الاسم المجرور متع وتقعد شبه الجملة كلها في محل نصب المفعول به القاعدة الثالثة تقول الفعل المتعدي قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به كيف قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به؟ تعال ضرب علي خالدا وحمزة وأسامة ضربهم كلهم علي نقنط وعار ويقدر يضرب ضرب ثلاثة وحدين هنا عندي أنا كم مفعول عندي مفعول به أول مفعول به ثاني مفعول به ثالث هذا اللي يقول اللي يقول اللي تقول عندي القاعدة الثالثة الفعل المتعدي قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به هو مش دارسنا هذا التعدي إلى أكثر من مفعول واحد بس شنو كذبيننا هما في القاعدة فكتنا شرحنا نتوى نركز عليه أكثر لما ناخده ونكون إن شاء الله عندنا كملنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله